بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات مرحبا بكم في درس جديد من الدروس التي تنظمها المديرية الإقليمية لمدينة التوريس بشاركة مع جمعية التعاون المدرسي ودائما في إطار عملية التدريس عن بعد درسنا اليوم يهوم المستوى السادس مادة رياضيات المرجع الجديد في الرياضيات المرحلة الرابعة الموضوع السرعة المتوسطة معكم الأستاذ تاتشيشم إذن نبدأ درسنا بوضعية الانطلاق سافر عليون رفقة والده عبر الطريق السيار حيث كان يسجل في جدول المسافة المقطوعة بعد مرور كل فترة زمانية معينة علما أن السيارة تسير بسرعة ثابتة إذن لدينا هنا جدول السطر الأول به المدد بالدقائق والسطر الثاني به المسافات بالكيلومتر المطلوب هو إنشاء رسم مبياني يمثل هذه الوضعية ثم من خلال هذا المبيان نبين هل هذه الوضعية هي وضعية تنسب نعم أم لا مع تعليل الجواب وأخيرا إيجاد المسافة المقطوعة خلال ساعة واحدة إذن أقترح عليكم إيقاف الفيديو لمدة 15 دقيقة من أجل إنجاز المطلوب ثم متابعة مشاهدة الحل إذن نحن نمر إلى الحل بشكل مباشر إذن فيما يخص تمثيل مبياني لاحظوا بأن لدي هنا جدول به سطرين قلنا السطر الأول المدة بالدقائق السطر الثاني المسافة بالكيلومتر إذن المداد سوف أمثلها هنا على محور الأفاصيل والمسافات سوف أمثلها هنا على محور الأراتب بقية كيفية تدريج هذا المحور إذن لاحظوا هنا لدينا خمسة عشرون ثلاثون أربعون سيتون إذن هذه القيام كلها من مضاعفات خمسة وبالتالي سأخذ قيمة كل تدريجة هي خمس دقائق إذن سافر خمسة عشر خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون ثلاثون وهكذا وبهذه الطريقة لن أضطر إلى تقسيم أي تدريجة لن أضطر إلى تقسيمها لا إلى النصف لا إلى الثلاث لا إلى غير ذلك مما سيجعله رسمي أو الإنشاء الذي سأقوم به إنشاء مضبوطا نصطرق لدينا هنا سبعة ثمانية وعشرون إثنانية واربعون ستة وخمسون أربعة وثمانون كل هذه الأعداد من مضاعفات سبعة وبالتالي كل تدريجة ستمثل سبع كيلومترات إذن سافر سبعة أربعة عشر واحد وعشر وثمانية وعشر إلى غير ذلك جيد إذن نمر إلى تثبيت النقط على المبيان أو رسم النقط على المبيان إذن نقطة الأولى أفصلها خمسة وأرتبها سبعة إذن هذه النقطة إذن لدينا خمسة سبعة النقطة الثانية عشرون ثمانية وعشرون نقطة الثالثة ثلاثون اثنان واربعون النقطة رابعة أربعون ستة وخمسون وأخيرا نقطة الأخيرة ستون أربعة وثمانون إذن ستون دقيقة أربعة وثمانون كيلو متر جيد إذن سنقوم بربط النقطة المحصلة عليها إذن حصلنا على مستقيم إذن إلى حد الآن هل يمكننا أن نقول بأن هذه الوضعية هي وضعية تناسب إذن طبيعة الحال لا لأنه كوننا حصلنا على مستقيم غير كافي من أجل القول بأن هذه الوضعية هي وضعية تناسب ولكن هذا المستقيم يجب أن يمر من أصل المعلم إذن سنقوم بتمديده لاحظوا عند تمديد هذا المستقيم فإنه فعلا يمر من أصل المعلم وبالتالي نحن الآن فعلا أمام وضعية أعداد متناسبة لأننا حصلنا على مستقيم يمر من أصل المعلم المسافة المقطوعة خلال ساعة واحدة إذن لدينا المدة هنا معبر عنها بالدقائق لكننا نعلم بأن 60 دقيقة هي ساعة واحدة وبالتالي المسافة المقطوعة خلال ساعة واحدة هي 84 كيلومتران إذن نقول بأن السرعة المتوسطة لهذه السيارة هي 84 كيلومتران في الساعة 84 كيلومتران في الساعة إذن هذه السيارة تقطع 84 كيلومتران كل ساعة واضح 84 كيلومتران كل ساعة إذن نمر إلى تعريف السرعة المتوسطة لفتاس الميان إذن نرمز لها بV إذن تساوي D على T D على ديستانس وطي لطن دي المسافة وطي الزمن إذن وحدة المسافة هي الكيلومتر وحدة الزمن هي الساعة وبالتالي وحدة السرعة المتوسطة هي كيلومتر جيد إذن نمر إلى التمرين التطبيق الأول لدينا تسير شاحنة بسرعة 70 كيلومتران في الساعة ما هي المسافة المقطوعة خلال ثلاث ساعات ثم ما هي المدة اللازمة لقطع مسافة 14 كيلومتران إذن دائما نحن أمام وضعية تناسب السرعة المتوسطة هي امتداد لمفهوم التناسب إذن بالنسبة للمسافة المقطوعة خلال ثلاث ساعات لاحظوا أن المطاية المتوفرة لدي هي السرعة والمدة إذن يمكنني أن أجد المسافة في السؤال الثاني لدي السرعة والمسافة يمكنني أن أجد المدة إذن هناك ثلاث مطاية هي التي أتعامل معها المدة المسافة السرعة دائما كأعطيني جوج كالقارة الثالثة جيد إذن لدي هنا المسافة بالكيلومتر إذن 70 كيلومتر بالساعة قلنا هي هذه الشاحنة تقطع 70 كيلومتران تقطع 70 كيلومتران كل ساعة إذن 70 هنا خلال ساعة واحدة المدة التي لدي هي ثلاث ساعات بما أننا في جدول أعداد المتناسبة سنحتاج إلى معامل تناسب إذن كنضرب 1 في 70 باش كنلقى 70 نفس الشيء هذي نضرب 3 في 70 باش غذي نلقى المسافة التي تناسب المدة التي هي ثلاثة تسويع إذن 3 في 70 أحصل على مئتاني وعشرة وبالتالي المسافة المقطوعة خلالها ثلاث ساعات هي مئتاني وعشر كيلومترات جيد السؤال الثاني نفس الطريقة إذن السؤال الثاني دائما أعطيني السرعة وعطوني هنا المسافة إذن أكيد غذي تطلبوا مني المدة اللازمة لقطع هذه المسافة هنا غذي نخدمو الطريقة الثلاثية ببساطة يعني هنا كنحتاجو أنه 1 ساعة غذي نحولها لستين دقيقة باش ما تحشف واحد المشكل ديال مثلا نقوله بعد التلاميذ كدلك واحد فاصيلة جوج ساعة كدلك هي واحد ساعة عشرين دقيقة هذا خطأ صافي إذن ضروري نسحضروا المفاهيم اللي شفناها في النظماء الستيني جيد إذن عندي المدة اللازمة لقطع مسافات أربعة عشر كيلومتر قلنا ساعة واحدة هي ستين دقيقة إذن هناك نوضع المسافات هناك نوضع المودات نفس الطريقة اللي كنا شفنا فيما يخص سلامتصاميم فيما يخص سعر الفائدة النسبة المئوية نفس المسائل إذن هذه السيارة تقطع سبعين كيلومترا في خلال ساعة واحدة إذن ما هي المدة اللازمة لقطع أربعة عشر كيلومترا إذن الطريقة الثلاثية أربعة عشر في ستون قسمة سبعون مسألة اللي خصنا نركز عليها المسافات تحت المسافات المدد تحت المدد ولن نجد أي صعوبة أو لن نخطئ إذن محترمنا هاته الأمور إذن أربعة عشر في ستون قسمة سبعون أحصل على إثنى عشر دقيقة وبالتالي المدة اللازمة لقطع مسافة أربعة عشر كيلومترا هي إثنى عشر دقيقة جيد نمر الآن إلى التمرين الثاني حطم العداء المغربي هشام القروج الرقم القياسي العالمي في مسافة ألف خبسمائة متر في مدة ثلاث دقائق وستة وعشرون ثانية ما هي السرعة المتوسطة لهشام بي الكيلومتر في الساعة لاحظوا جيداً هذه الوحدة اللي أعطوني هنا وحدة دي السرعة المتوسطة هي مفتاح تمرين عندي هنا الكيلومتر كُلنا بأن فيك تساوي دي سيورتي المسافة الزمن المسافة معبر عنها بالكيلومتر وهنا المسافة معبر عنها بالمتر إذن أول شيء سأحوّل ألف خمسمائة متر إلا وحد فاصل خمسة كيلومتر جيد إذن المسافة لن تنظيم أحولتها للكيلومتر المدى الزمنية پلح أن تلك حوّل دقائق وستة وعشرون ثانية والمدى الزمنية اللي كانوا أعبر عليها في السرعة المتوسطة ستكون بالساعة. اذا ضروري هاد المدة الزمنية نعبر عليها بالساعة. اذا دكشل غادي ندير. لاحظوا هنا لدينا 3 دقائق و 26 ثانية هاد المدة الزمنية معبر عنها بوحدتين. بالدقائق والثواني. اذا الخطوة الاولى اذا نعبر عليها بوحدة واحدة. وغادر انهبط دائما لوحدة صغيرة. اذا هي 206 ثوان. كانت عندي الدقائق والثواني. انا نعبر على كلش بالثواني. باش كانت حاشا قال اعداد العشرية. من بعد نمشي الطريقة التلاتية ديال. اذا عندي ساعة واحدة فيها تلتلاف و السمية الثانية. اذا ستين في ستين هي تلتلاف و السمية. انا عندي مئتاني وست ثواني. يعني هاد المسافة ديال الف خمسمية متر. اقطح هشام القروج فمتين وستدل ثواني. كم تمثيل بساعات. ان اعمالي التحويل فقط. اذا قد اندي الطريقة التلاتية مئتاني وستة في واحد قسمة ثلاثة الاف وستمائة. قد يلقى 0.037 ساعة. اكيد رابق هنا ولكن نحتفظ فقط كلاتة الأرقام وراء الفاصل جيد إذن عندي المدة الزمنية بالساعة عندي المسافة بالكيلومتر إذن نطبق العلاقة عندي في كتساوي دي سور تي السرعة المتوسطة هي المسافة معبر عنها بالكيلومتر على المدة الزمنية معبر عنها بالساعة إذن 1.5 كيلومتر على السر فصل 0.57 ساعة تعطيني 26.31 كيلومتر في الساعة جيد إذن هنا نتبه فقط الواحدات ونخدم ومن ننسى العلاقة هذه بطبيعة الحال نمر إلى التمرين التطبيقي الثالث نلاحظه جيداً تسابق دراجان في سباق ضد الساعة يمثل المبيان جانبه سباق الدراج الأول إذن هذا المبيان يخص فقط الدراج الأول بينما قطع الدراج الثاني السباق في سرعة 41.5 كيلومتر في الساعة واضح من فازة في السباق إذن دائماً النصيحة التي نقدم لكم هو وقف الفيديو ونحاول مع التمرين لا يوجد الحل بشكل مباشر صافي؟ وإذا حصلت ولا شيء حاجة نقدر ناخد واحد واحد الإطلالة ونرجع في الساعة لكن ضروري نحاول أن نتعمد على نفسي جيد إذن نبدأ هالتمرين سنتعاملون معه بطريقتين أولاً طريقة الأولى سنحاولون نقارن السرعتين المتوسطتين لكلا الدراجين إذن الدراج الثاني عندي السرعة المتوسطة فهي 41.5 كم في الساعة نقال إن نقاط السرعة المتوسطة للدراج الأول إذن نستخرجها أكيد من هذا الجدول لكي نقاط السرعة المتوسطة ما هي المسافة؟ ومدة الزمنية نبدأ بالمدة الزمنية إذن هذا محور الأفاصل دائماً هذا المدراج الأول نطلق على الساعة العشرة وصلها على الساعة الحادية العشرة وعشرون دقيقة إذن نستطيع أن نعرف المدة الزمنية لقطع إذن ندير ناقص العشرة ساعة وعشرين دقيقة إذن المدة الزمنية التي تستغرقها لقطع هذه المسافة هي ساعة وعشرين دقيقة نحولها لدقائق ثمانون دقيق جيد الآن المسافة المقطوعة لاحظوا هنا أرى عندي سفر كيلومتر هنا عندي سفر كيلومتر هنا عندي خمسين كيلومتر إذن المسافة المقطوعة هي خمسون كيلومتر إذن هيا عندي المسافة هيا عندي المدة الزمنية نسمى الطريقة الثلاثية ديالي إذن قطعها مسافة خمسين كيلومتر في مدة ثمانين دقيقة ساعة وحدة ساعة وحدة ساعة وحدة بما أننا هناك دقائق هنا تكون دقائق لا يمكننا نقوم بثمانين دقيقة هنا نكسب واحد ساعة جيد نتبه جداً لأخطاء لأنه يكسب الفوق والدقائق والأمطار نفس الوحدة نحفظ به إذن هنا فقط طريقة ثلاثية إذن خمسون في ستون قسمة ثمانون غضي لقاءة سرعة المتوسطة ديال المتسابق الأول اللي هي حقراً نلقت المسافة المسافة التي التي قطعها خلال ساعة وحدة والمسافة التي قطعها ساعة وحدة هي تعبر عن سرعته المتوسطة إذن السرعة المتوسطة ديال الدرج الثاني هي ديال الدرج الأول هي سبعوة oh tresinte فاصلة كلومتر في الساعة وأكيد هي أقل من السرعة المتوسطة ديال الدراج الثاني اللي كانت هي 41.5 كم بالساعة وبالتالي فالمتسابق الثاني هو الفائز بالسباق لأنه سار بسرعة أكبر طريقة الثانية سنقرن المدة الزمنية التي قطعها كل منهما لقطع التي احتاجها كل منهما لقطع هذه المسافة إذا لاحظوا جيدا رجعوا هنا وقنا بأن المدة الزمنية اللي اقتحام المتسابق الأول هي 80 دقيقة إذا المتسابق الأول ما لدينا مشكلة سننجد مباشرة المتسابق الأول 80 دقيقة نمشي للدراج الثاني قطع مسافة 50 كم بسرعة 41.5 كم في الساعة جيد إذا عندي المسافة عندي السرعة نقدر لقاء المدة الزمنية ببساطة إذا نقطع 41.5 كم في 60 دقيقة هذه السرعة المتوسطة دياله فاشغالين نقول 41.5 كم في الساعة بمعنى يقطع 41.5 كم خلال ساعة واحدة أنا نعبر عليها هنا بالدقائق فقط الأخر السباق كان طوله 50 كم إذا سنشوف ما هي المدة اللازمة لكي يقطع 50 كم بهذه السرعة إذا الطريقة السلسية ديالي 50 في 60 قسم 41.5 ما هي المدة اللازمة هي 72.29 دقيقة لاحظوا بأن الدراج الثاني قطع السباق في مدة أقل من الدراج الأول وبالتالي بطبيعة الحال سيكون هو الفائز في هذا السباق وهذه النتيجة التي حصلنا عليها هي نفسها النتيجة التي حصلنا عليها بالطريقة الأولى بطبيعة الحال إذن أشكركم على انتباهكم وإلى فرصة مقبلة بحول الله ترجمة نانسي قنقر